أفتحوا الآن نافذة تحليلية مع ضيفي من القاهرة سيد أشرف أبو الهول الكاتب والصحابي في مؤسسة الأهرام المصرية أهلينا أهلينا سيد أشرف بك على شاشة الغد أولا هذه المطالبات سأفتحوا بوابة النقاش مع حضرتك عن الأونروا هذه الجهة التي تقدم إغاثة إنسانية للاجئين الفلسطينيين معقول يا سيد أشرف أن تطالب إسرائيل بأن تصنف كمنظمة إجرامية أو إرهابية معقول هذا الحكي وإلى أي درجة العالم بأسره ربما ربما يوافق على هذه الأطروحة الإسرائيلية سيد يعني أولا تحيات لحضرتك والسادة مشاهدي قناة الغد أهلا بك أستاذ يعني هذه ليست أطروحة وإنما أضحوقة صح الأونروا هي وكالة غاوسة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وأسمها بالإنجليزية United Nations for Relief and Work Agency صحيح وبالتالي هي منظمة أمامية منظمة دولية الأمم المتحدة هي التي حددت اختصاصاتها وهي التي تتابع عملها مفاوض الأونروا هو موظف أممي كبار مساعدين موظفين أمميين هذه المنظمة لا تعمل في غزة فقط ولكن تعمل في الإقليم بالكامل تأسست منذ عام 1949 لتوفير الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين يمتد نطاق عملها بين الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان وبالتالي هذه منظمة دولية منظمة تقوم بعمل قد لا تستطيع القيام به حكومات منظمة ميزانياتها ليست ضخمة لا تصل إلى سلاس مليارات دولار في الشهر ولكن لديها مئات المدارس في الأراضي الفلسطينية وعشرات المستشفيات وتقوم بتوفير الطعام لملايين طيب على وقع هذه المعلومات على وقع هذه المعلومات وغزاء شهري لأوه وأنا بشكرك عليها يا سيد أشرف لكن السؤال لماذا الآن لما هذه الأضحوكة كما تفضلت حضرتك بالذكرى الإسرائيلية نطلعها في هذه الأوقات والعدوان في غزة ما زال موجود كذلك الانتهاكات والاقتحمات والمدهمات في الضفة تتم بمرور الوقت لماذا الآن ما هي دلالات التوقيت سيد أشرف كذلك الوتيرة من إقبال الدول العظمى أمريكا بريطانيا ألمانيا فرنسا في قطع التمويل حتى لو كان قطع جزئي نطلعها هذه الأمور في هذه الأوقات دلالات الوقت والهدف الإسرائيلي حق العودة يتم قتله أو للأمر مآرب أخرى سيدي هذا هو حق العودة يتم قتله الأنوروة تسلمت من الأم المتحدة منذ سنوات سجلات اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا في عام 48 والذين صنفوا لاجئين لأنهم كانوا يعيشوا في فلسطين بين عامي 46 و48 تسلمت السجلات الأسماء أماكن اللجوء وتوارست هذه السجلات وأصبح كل من خرج في تلك الفترة هو وأبنائه وأحفاده لاجئين حسب تصنيف الأنوروة عندما خرجوا كان العدد يقترب من 800 ألف نسمة نتكلم الآن عن ما يقرب من 8 ملايين نسبة إسرائيل تخشى أنه في حالة اللجوء إلى حل الدولتين يعني سيطالب الفلسطينيون بحق العودة لذلك تريد القضاء على هذا الحق تريد تجيير مسمى اللاجئ ومنذ سنوات طويلة يتم الضغط على الأنوروة لتغيير مسمى اللاجئ وازداد هذا الضغط في عهد ترامب وخاصة من من دوبته في الأمم المتحدة آنازاك ومنافسته الآن في الانتخابات نيكي هيلي حيث كان يتم الضغط على الأنوروة ليصبح اللاجئ هو من خرج وأبناءه فقط وليس أحفاده وبالتالي من خرجه في 48 وأبناءهم معظمهم في رحاب الله الآن وبالتالي يتقلص عدد اللاجئين من سبعة أو سمانية ملايين إلى تمنمائة ألف أو سبعمائة ألف طيب وهذا بحد أقصى هذا بحد أقصى يعني وإن لم يكن الرقم أقل من ذلك أنا لدي علامة تعجب فيما تقول تشتيت هؤلاء في العالم تفضل طيب يعني لا قدر الله يعني إن كانت البابة التشتيت فهو لا قدر الله لكن أنا علامة التعجب في وصف كل هذه الأحاديث يا سيدي عن محاولة قتل أو ذبح الأنوروة هناك أحاديث أوروبية ربما تتنامى بمرور الوقت عن فكرة وحل الدولتين كذلك بتترافق هذه الأحاديث الأوروبية وهي على مستوى قيادات وحكومات سيد أشرف أن هناك حديث أيضا أمريكي عن فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية طيب من أي بوابة نستطيع أن نتلمس هذه الأحاديث سواء على الجانب الأمريكي أو الجانب الأوروبي سيد أشرف علما بأن العدوان الإسرائيلي مازال موجود والدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود مازال موجود سفك الدماء على الأرض في غزة مازال موجود قتل الناس الأبرياء الأطفال وأكبار السن خاصة النساء وهدم البيوت عن بكرة أبياء موجود طيب إذا كان الأمر جله صحيح يعني هذه الأفكار الأوروبية الأمريكية موجودة على طرح وطاولة للنقاش والحكم لماذا يستمر العدوان يا سيد أشرف؟ يستمر العدوان لأن إسرائيل تفكر بطريقة مختلفة عن ما يفكر به العالم أجمع تفكر أنه بالتقادم ستستطيع أن تهدم كل الأراضي الفلسطينية وكما فعلت في الاستيطان في الضفة الغربية عندما كنا نتحدث عن أعداد المستوطنين بين عاماية 67 و80 كان العدد قليل في الضفة وعندما كانت هناك اتفاقية كان بديفيد كنا نتحدث عن ألاف من اللاجئين في الضفة عفوا ألاف من المستوطنين في الضفة الآن عدد المستوطنين بالملايين وهناك مستوطنات تفوق أحجام المدن الفلسطينية بشكل كبير مثل معالي أدوميم وأيضا إسرائيل لديها قناعة أن المحيط العربي كبير وفي حالة توفير العمل للفلسطينيين سيزوب فيه كما زاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأمريكتين وفي أوروبا وأمريكا وفرص يعني عودت معظمهم قليلة وكانت هناك خطط لتعويد هؤلاء المستوطنين على ذكر ما تقول نقطة في السياق يا سيد أشرف أنه هناك مخطط الآن إسرائيلي لبناء قرابة السبعة ألاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يعني خيط مما تذكره الآن على الهواء يا سيد بالتأكيد يعني مخططات البناء لا تتوقف والأخطر من الوحدات الاستيطانية والمستوطنات هو ما يسمى بالبؤر الاستيطانية البؤر الاستيطانية هي الأنشط الآن البؤر الاستيطانية من يقوم به هم من يسمونه بفتيت التلال أو يعني الجيش العرامرم الذي يسير خلف بين غفير وسموتريتش الشباب لا عمل لهم سوى الاحتكاك بالفلسطينيين وسوى الانقضاد على الأرض وسوى طرد الفلسطينيين من أراضيهم وهذا ينشط الآن في الضفة الغربية وينشط بجوار المدن الفلسطينية ولعل هذا ما يفسر لماذا قامت أمريكا بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية الاحتكاكات والمصادمات والهجوم والترويع يعني بالتأكيد أمريكا قلب أليش على تنزيع السلاح يا سيدي هذه نقطة في غاية الأهمية عفوا يعني هذه نقطة في غاية الأهمية سيداش سأعيد ما ذكرتها الآن بالتأكيد يا قلب أمريكا بالتأكيد هو ليس على الجانب الفلسطيني وإلا لما نطلع كل هذا الأمر من سفك الدماء وقتل الأمرياء لكن السؤال الآن حتى مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تتطفق مع فكرة الاستيطان إلى أنها تغض الطرف يا سيد أشرف عما تفعله إسرائيل من انتهاكات من افتحامات من عمليات قتل وكذلك الزج بالفلسطينيين والشباب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية السؤال الآن أعود إليه لما هذه الأحاديث الأمريكية هل ربما لإذابة العقول المفكرة في الجانب الفلسطيني ربما تحاول أن تتلامس مع السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب أنا أستشعر يا سيد أشرف أن هذه الكلمات الأمريكية أو البريطانية أو الأحاديث الأوروبية هدفها إطلاقا يبتعد عن فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو بإقامة حقيقية لحل الدولتين له مقارب أخر أنا أتلمس هذه المقارب معك الآن ما هي؟ يعني أولا يجب أن نتذكر أنه هناك يعني الضمير العالمي يشعر بألم ومعاناة شديدة بسبب ما يحدث للفلسطينيين ده إن كم موجود والإدراك الأمريكي الغربي عفوا أكمل كلامي والإدراك الأمريكي الغربي هو أن القضية الفلسطينية لم ولن تنتهي والشعب الفلسطيني سيطالب بحق ولذلك فلنعطيه الآن قطعة أرض ونعترف بدولة ولكن هم يتحدثون عن حل الدولتين ولكن الدولة الفلسطينية على أي أرض وما هي عاصمتها هذه هي القضية في عام 47 قرار التقسيم كان ينص على حصول الفلسطينيين على حوالي 44% من أراضيهم في أوسلو تراجعت النسبة إلى 22% من الأراضي ربما يكون الحل الآن على 10 أو 15% وبعيدا عن القدس نحن نتكلم فقط بإسم حل الدولتين لكن لا نعرف نواياهم أين ستكون الدولة الفلسطينية مساحتها عاصمتها شكلها كل هذه الأمور ما زالت لم تبحث ولم يعلن الكلام عنها وربما يكون دولة أشبه بكنتون أو عدة كنتونات متلاصقة هذه هي القضية لكن هم يخشون من أن عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في داخل 48 يكاد يكون متساوي وإذا إضافنا لذلك أنه نسبة كبيرة من اليهود هم اليهود الشرقيين قد نجد أنه هناك قلق رغم كل ما حدث من استيطان ومن جلب لمستوطنين من الخارج ومن قتل ومن ومن ما زالت الغلبة العددية للفلسطينيين وبالتالي علينا الآن أن نبحث عن حل قبل أن يفرد علينا حل في يوم من الأيام ولذلك فالبعض لديه فكرة لماذا لا تكون هناك دولة واحدة صنائية القومية يعيش فيها الجميع بحقوق متساوية وهذا ما يرفضه الإسرائيليون ويرفضه اليمين والمستوطنون لأنهم يعلمون أنه إذا كانت هناك دولة واحدة صنائية القومية يعيش فيها الكل بحرية فستكون فيها الأغلبية للشعب الفلسطيني في يوم من الأيام ويستطيع أن يستعيد دولته دون أن يخوض صراع مسلحة من صاحب هذه الفكرة يا سيد أشر؟ إن كانت المعلومة موجودة الدولة تنائية يعني بص هناك أفكار يعني هناك كثيرون طرحوا هذه الفكرة على مدى السنوات ولكن في إسرائيل ترفض وأيضا هناك في الجانب الفلسطيني من لا يريدها رغم أنها في النهاية قد تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني لكن هذه فكرة يجب أن تبحث الآن وبقوة وأن كنت أعتقد أن إسرائيل غير جاهزة لها لكن فليكن هذا البديل أنتم لا تريدون إعطاءنا دولة إذن فلنعيش في دولة وحدة والتعطونة نفس الحقوق التي لديكم ونرى فيما بعد ما سيحدث وسنعيش في سلام ولن نحمل سلاح ولكن أنا سننتصر في النهاية طيب سيد أشرف على ذكر هذه الأحاديث الغربية والأمريكية هناك نقوص خطر أممي تم ضقه كذلك من العباء الأوروبية أو التكتل أو الاتحاد الأوروبي يعني سميه ما شئ لتساع نطاق المعارق خاصة مع امتداد الحرب أو العدوان إلى الجنوب في رفح حدثني هنا طبعا بالاقتراب من الحدود المصرية سيد أشرف حدثني عن طباع الرد المصري إذا ما تتجرأ هذا الإسرائيلي على المساس بمحور صلاح الدين أو فلادلفيا أو إذا ما اقتربت عملية المعركة أو القتال إلى الحدود المصرية هل هناك سيناريو تم تجهيزه سيد أشرف خاصة من الجانب المصري أو لا حتى الله يعني بالتأكيد مصر لديها سيناريو طبع ولكنها لا تريد أن تعلنه لأنه إذا أعلنته إذن الطرف الآخر سيبحث عن وسائل طبط هذا السيناريو لكن الدولة المصرية لديها السيناريو الخاص بها ومسألة هل إسرائيل بالفعل سيتم تأمنها إذا سيطرت على ممر صلاح الدين فلادلفيا لا بالعكس هذا لن يحدث ممر صلاح الدين فلادلفيا هو ممر ضيق جدا مساحته أو عرضه أقل من 100 متر ولكنها حجة تستخدم إسرائيل تستطيع أن تؤمن هذا الممر دون أن تضع فيه جند واحد دون أن ترسل إليه دبابة لكن مشكلتها ستكون فيه رفح نفسها في هذه المدينة التي تصل مساحتها إلى ما يقرب من 63 كيلو تقريبا وبها الآن ما يزيد عن مليون ونصف مليون نسمة وأي عمليات عسكرية فيها ستؤدي إلى كوارث فيه أعداد الضحايا وفيه اندفاع الناس للجنوب لأنه أنت عندما كنت تهاجم الشمال كان الناس يندفعون جنوبا وتهاجم الوسط فيندفع الناس جنوبا والآن أنت تهاجم أقصى الجنوب أين سيندفعوا أما أن تسمح لهم بالزياب إلى الشمال مرة أخرى وهذا سيأخذ وقت وسيعود لأن يجد شيء أو تضغط عليهم وفيه أماكنهم فتحدث مجازر ويضطر للناس لإندفاع ناحية الحدود المصرية ولذلك الأمور شديدة التعقيد وأعتقد أنه جزء من زيارة بلينكين للمنطقة هذه المرة لبحث هذه القضية لأنه هذه القضية قد تؤدي إلى تفجر صراع إقليمي أكبر وقد تؤدي إلى مقاسي أكبر مما رأينا إسرائيل ظلت تدعي أن سيد يحيى الصنوار والأسرة موجودين في خان يونس الآن يقولون أنهم دخلوا سلاسة أماكن كان يتواجد فيها الصنوار ولكنهم تركوها إلى أين تركوها هل عادوا للشمال تحت سيطرتكم أم ذهبوا إلى الجنوب إلى رفح الحديث الإسرائيلي المتكرر عن أنه ربما ما زال هناك أنفاق وهذه الأنفاق قد يستخدمها الفلسطينيون ومعهم الرهائن المقاومة ومعهم الرهائن لتهريب الرهائن إلى الجانب المصري هذه أجذوبة كبرى لأن مصر قامت منطقة عازلة كبيرة في رفح المصرية وما زالت تؤمن هذه المنطقة وتسيطر عليها وبالتالي إسرائيل تبرر جزء من فشالها في الوصول إلى قادة المقاومة والرهائن على الجانب المصري وأخشى أنها ترتكب مذابح في رفح تحت اسم البحث عن الرهائن إسرائيل اتخذت حجة الرهائن لكي تدمر غزة هي دخلت ودمرت البيوت تحت إدعاء أن أسفل البيوت أنفاق وبها مقاومين وبها رهائن وعندما دمرت هذا ووصلت لذاك قالت أنهم انتقلوا إلى منطقة أخرى ومن منطقة إلى منطقة إلى منطقة فكانت النتيجة الحادثة الآن على الأرض هو تدمير غزة من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب طيب سيد أشرف يعني النواية الإسرائيلية ربما هي واضحة في منطقة الشرق الأوسط كذلك المشروعات الأمريكية في المنطقة برعاية إسرائيلية أو بتطبيق أو بتنفيذ إسرائيلي أيضا باتت واضحة أنا سأعود بك سيدي إلى الوراء ليس بالبعيد إلى كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع المستشار الألماني وهو يقول ويشير إلى صحراء النقب حدثني يا سيد أشرف ما هي أهمية صحراء النقب في سيناريوهات المنطقة هذه المرة ولما الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عنها كثيرا وكأنها في الأدراج أو ربما بعيدة عن وسائل الإعلام بعيدة عن التصريحات الإسرائيلية لكن هناك سيناريو إسرائيلي متعلق بهذه البقعة من الأرض صحراء النقب هذا سؤال مهم جدا ربما هو أهم سؤال يطرح منذ صارت مسألة التهجير بعد النكبة وإقامة إسرائيل حرص بن جوريون على عدم تعمير صحراء النقب ظلت صحراء النقب شبه خالية فقط مناطق صغيرة التي عمرت فيها ومنها منطقة ديمونة حيث المفاعل النووي ومنها المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل ميتسي بيرامون والتي تركت خالية وفي صحراء النقب كانوا يأملون أنهم إذا اضطروا للموافقة على عودة اللاجئين الفلسطينيين سيعودوا إلى صحراء النقب وبالتالي هي مطروكة خالية هذا سبب سبب آخر أنه في حالة حدوث صدام بين مصر وإسرائيل داخل إسرائيل يحدث في هذه المنطقة الخالية أو المنطقة العزلة في الجنوب عندما طرحت بعض الأفكار الخاصة بتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل عرد على مصر حسب الخطط عرد عليها أن تعطي يعني تمتد غزة إلى قرب العريش في المقابل تحصل مصر على تعويض في النقب ونفق أسفل إلات يربط مصر وبالأردن وبالتالي في الاستراتيجية الإسرائيلية غير المعلنة أن أرض صحراء النقب الخالية التي لا يتواجد بها سكان قد تكون في يوم من الأيام هي المنفذ لأي ضغط سواء عسكري على إسرائيل أو أي ضغط ديموجرافي فلسطيني الإسرائيلي بطبيعته ومنذ استوطن هذه الأرض وهو يميل للسكنة في المناطق الساحلية يعني المنطقة الساحلية في كل فلسطين لذلك تركوا النقب بجغرافيتها القاسية الرئيس عندما تحدث مع شولتز في المؤتمر الصحف الشهير كان يشير إلى أنكم لديكم النقب التي سبق أن عرضتوها علينا وتتركوها ليوم زنق زي ما بنقول طيب خلاص إذا أردتم أن تهجروا الفلسطينيين من غزة فليذهبوا موقعا إلى أرضهم داخل حدودهم صحيح أنا بشكراك سيد أشرف داخل حدود فلسطين التاريخية يعني أعذرني رفاية الوقت ليست معي والحديث معك دائما ثاري وغني للنقاش سعلي أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام ضيفا على شاشتنا من القاهرة شكرا جزيلا وأنا لم أشعر في المقاطة لكن فكرة ضمير العالم أو ضمير المجتمع الدولي ويبدو لي أنه غائب حتى تنتهي هذه الحرب وينتفل عضوان شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر